أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء الذي دعا به موسى عليه السلام من أعظم الأدعية وقد ورد في صورة القصص وهي من أجمل الصور التي تناولت سيدنا موسى عليه السلام في 43 آية هذه الآيات ذكرها الله تبارك وتعالى عندما سأل الناس الرسول صلى الله عليه وسلم أن يذكر لهم الحكايات كما تحكي العرب ثم إن هذه الآيات والكلمات المباركات وقعت لسيدنا موسى وهو في مدين ومدين من الأردن حيث خرج هربا من فرعون واستقر تحت شجرة وقبل ذلك كان السبب في خروجه أن فرعون أخذ يبحث في طلبه ولكن الله تعالى أنقذ موسى منه قال رب إني ظلمت نفسي حيث قتل موسى واحدا من جنود فرعون عندما رآه يستقوى على واحد من بني إسرائيل والإنسان بطبعه يتعاطف مع الضعيف فهم موسى بأن يحجزه أو يدافع عن هذا الرجل الضعيف فإذا بموسى وكزه فقضى عليه أي سقط ميتا أخذ يبحث فرعون عن القاتل فلم يجد بعد أسبوع نفس الرجل من بني إسرائيل تسارع مع رجل آخر من جنود فرعون فهم موسى عليه السلام أن يدافع عنه مرة أخرى فإذا بالفرعون يعلم أن موسى هو القاتل فزهب إلى فرعون وقال له إن الذي قتل بالأمس هو ابنك موسى الذي تربى في بيت زوجتك آسية بنت مزاحم قال ربي إني ظلمت نفسي فالاعتراف بالحق فضيلة إلا أن موسى عليه السلام نبي معصوم والنبي لا يرتكب خطأ قط ولكن القتل كان في صورة المعصية فوكزه الأسباب والمسببات ومن هنا الاعتراف بالحق سبب من أسباب استجابة الدعاء ثم ختم موسى عليه السلام الدعاء بقوله أرحم الراحمين وأرحم الراحمين من ذكرها ثلاث مرات في دعائه يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ثم دعا إلا واستجاب الله له الدعاء موسى عليه السلام ذكر في القرآن في مية ستة وتمانين موضع موسى عليه السلام الذي دعا ربه أن يغفر ذنبه نبي من أنبياء أولي العزم الخمسة على ترتيب التاريخ نوح عليه السلام إبراهيم عليه السلام موسى عليه السلام عيسى عليه السلام المصطفى صلى الله عليه وسلم قوله ربي فيها تشريف وتعظيم لأن موسى نسب نفسه ملاسقة بالإضافة إلى الله قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي فاغفر له ومن هنا إذا التجأ الإنسان إلى الله فعليه أن يثق أن الله تعالى يستجيب الدعاء ما دام ألف مطاهر مولانا موسى عليه السلام نبي معصوم لم يرتكب الذنوب وإذا كان الذي لا يرتكب الذنوب دعا فإن الدعاء مستجاب موسى عليه السلام كان دائما مدافعا عن الضعفاء وكان دائما يلتجأ إلى الله قال صلى الله عليه وسلم الدعاء مخ العبادة حديث صحيح وقال صلى الله عليه وسلم في حديث آخر الدعاء عبادة فلخصها صلى الله عليه وسلم في أن الدعاء وهو طلب الخير من الأدنى إلى الأعلى فإن لم نسأل مولانا تبارك وتعالى فمن نسأل ولنا الأسوى الحسنة في سيدنا موسى عليه السلام ولكن نستفيد من هذا الدعاء واحد الاعتراف بالذنب الثاني الالتجاء إلى الله الثالث الثقة في أن الله يجيب الدعاء وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت موسيقى